الإمام الباقر صلوات الله عليه ربّى مجموعة من الفقهاء ومن المفكرين في مختلف الأبعاد في مجال الفيق، في مجال علم الكلام، في مجال التفسير حتى هؤلاء يتمكنوا أن يواجهوا هذا التحدي والإمام صلوات الله عليه كان يصرف وقتاً كبيراً لهؤلاء لأن تنشأت مجموعة قادرة على هذه المواجهة ويحتاج إلى وقت وإلى جوة واحد من هؤلاء التلاميذ الكبار الذين ربّاهم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه محمد بن مسلم كان من كبار الفقهاء، مو فقط راوي حديث، فقيح كان يقول محمد بن مسلم سألت الإمام الباقر صلوات الله عليه عن ثلاثين ألف حديث ثلاثين ألف حديث تحل مشكلات الحياة والفك والعقيدة والفقه واحد من التلاميذ الآخرين جابر بن يزيد الجعفي هذا من الثقات الكبار الأجلاء روى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سبعين ألف حديث من جملة الأفراد الذين ربّاهم الإمام الباقر صلوات الله عليه أبان بن تغلب من ألمع الفقهاء الأمام الباقر قال له اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن أرى في شيعة مثلك الذهبي في أبان الذهبي من كبار نقاد العام يقول إنه شيعي جلد قوي في تشيعة لكنه صدوق أبان بن تغلب فلنا صدقه وعليه بدعته مع أن الذهبي من المتعصبين جدا وهكذا وهكذا الذين سجل لنا التاريخ فيما نعهد من تلاميذ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أربعمية واثنين وثمانين الإمام نمى مجموعة من الفقهاء في تلك الفترة المختصرة التي أتيحت للإمام الباقر صلوات الله عليه ترجمة نانسي قنقر